تعليقا على الحادث عد الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ ميسي الخنجر حادث اغتيال المحامي داود الحمدان في ديالة ضربة جديدة للأمن والاستقرار في المحافظة وأجدد الخنجر في تغريدة على توتر تحذيره من التراخي في متابعة ملف الأمني مؤكدا في الوقت ذاته وقوفه مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد ضرب الإرهاب والتطرف بكل صنوفه